اشتركوا في القناة الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله الطيبين الطهري موضوع سن الزواج لم يكن موضع نقاش عند الأجيال السابقة لم يتوقفوا عنده كثيرا كان الناس منذ قرون يعيشون البساطة وعلى الفطرة وكان الشاب والشابة إذا بلغا عمرا معينا وتوفرت لهم أمور الزواج من أراد أن يقدم منهما على الزواج فهذا موضع فرحة وهذا كان موجود عند العربي وعند أهل الصين والهند والأمم السابقة وفي مصر وفي شمال إفريقيا فلم يناقش أحد بدقة مسألة تحديد سن للزواج كان الناس بشكل طبيعي يتزوج المرء عندما يريد لكن ما حدث في القرن العشرين تقريبا في العقود السابقة وخاصة في العقود الأخيرة عندما رفعت شعارات تتحدث عن حقوق المرأة عن حقوق الإنسان يطالب الآن تطالب بعض المؤسسات الدولية أو الناشطة اجتماعيا على الصعيد الدولي أو الإقليمي تطالب بتحديد سن معينة للزواج وتجرم من يتزوج قبل هذا السن وتتهمه بشيء استلح على تسميته بالزواج المبكر وخاصة للمرأة وهذا ما نراه الآن بشكل واضح منعكسا في وسائل الإعلام كما في وسائل التواصل حيث أصبح دوليا معروف وحتى في بلادنا في بلاد المسلمين الحديث عن معاقبة الذي وخاصة المرأة التي تقدم على الزواج المبكر فهناك مؤسسات كثيرة تطالب بتحديد وتعيين سن للزواج واندفعت اتجاهات في بلادنا في بلاد المسلمين لتؤيد هذا الأمر بل لتدينه بل لتعاقب عليه يعني في عنا أوساطنا نحن هلأ بالمجتمع اللي عايشين في كثير من الجمعيات والمؤسسات ترفض أن المرأة تتزوج في سن بسموهن سن مبكر حتى لو افترضنا أنه هي كانت واعية ومدركة وإلى آخره وتعتبر أن هذا جريمة بينما وسيأتي النقاش حول هذا الموضوع إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقة القادمة بينما لو أرادت الفتاة أن تقوم بأشياء نحن نعتبرها أنها مخالفة للشريعة الإسلامية يسمحون لها بذلك ويعتبر هذا تحت عنوان تحت خانة الحرية الشخصية نحن نعلم أن الإسلام حدد حلالا وحراما حدد حدودا لا يجوز لنا أن نتجاوزها فيما يتعلق باللمس والنظر ومختلف الأمور الأخرى المنظومة الإسلامية التي تتناول مسألة العفة والحياء والعلاقة بين الرجل والمرأة هؤلاء يقولون أن هناك اتجاه لابد من تحديد سن معينة لا يسمح للفتاة خاصة للفتاة يعني نحن للشاب والفتاة لأن المطالبة بالدول هلأ العربية والإسلامية أنه يكون في تحديد حتى للشاب بس خاصة للفتاة أنه ممنوع أن تتزوج قبل هذا السن بينما إذا أرادت أن تقوم بأي شيء ضمن الحرية الشخصية فهذا مسموح لها ويدور النقاش في هذه الأيام حول هذا الأمر سؤال البديهي أنه هل الإسلام حدد سنا معينة للزواج جواب ببساطة أنه مدام هذا الشاب أو هذه الفتاة قد بلغا نحن في عنا شيء اسمه سن البلوغ الشرعي ضمن الأمور التالية واحد اثنين ثلاثة نقول هذا الشاب أو هذه الفتاة بعد البلوغ فيهم يتزوجوا هل لا يكون هذا بظروف معينة عائلية شخصية رعاية أسرية تعاون تأخروا شوي قدموا شوي بسن العشرين قبل العشرين بعد العشرين ما في مشكلة بس بالإسلام إذا جاء شاب بالغ عاقل فيه الشروط المتوفرة وكذلك فتاة وقالوا بدنا نتزوج فبالعكس الإسلام يشجع على الزواج إذا كان ميسورا وبصريح العبارة الإسلام يجعل هذا الأمر مستحب بل مكروه للقادر على أن يتزوج أن يكون متحصنا بالزواج مكروه له أن يترك هذا الأمر ولذا نقول ببساطة نحن الإسلام شجع على الزواج عند الاستطاعة واعتبر أن هذا له فوائد كثيرة للأفراد والمجتمعات وينعكس هذا على آخرته فإذا نحن هلأ بهذه الحلقة نقول نقاش في مؤسسات دولية عابرة للأوطان تتحدث عن تحديد سن للزواج للشاب والفتاة ثانيا هذا الموضوع لم يكن مطروحا من قبل بهذه القوة ثالثا الإسلام حث على الزواج وندب إليه وطلب إن استطعت أنت أن تزوج ابنك أو ابنتك وقد توفرت الشروط فهذا أمر مطلوب الرواية المشهورة عن مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي بشكل واضح يدعو فيها الشباب إلى الزواج ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عجى شيطانه يا ويلا يا ويلا عصم مني ثلثي دينه فليتق الله العبد في الثلث الباقي واضح أن لمن يقول حددوا سنا للزواج نقول نحن لا ما في أن نحدد سن إذا واحد كان عنده إمكانيات عقلية نفسية جسدية اجتماعية إجا شخص قال أنا عريس منقله أهلا وسهلا إجت فتاة قالت جاءني فلان وأنا بدي أتزوج ولي أمره أبلاني والعائلة أبلاني وما في أي مشكلة من الموضوع فمنقلهم تكلوا على الله بالعكس تزوجوا وأعزمونا أيضا بينما في المجتمعات الأخرى أو ما يطرح يرفض هذا الأمر من هنا نقول أن الإسلام حث على الزواج المبكر وبعض الأمم والمجتمعات في هذه الأيام بالعكس تؤخر سن الزواج أو لا تمارس سن الزواج المبكر لأسباب يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة من هنا نتوقف عند هذه المسألة ونتحدث عن الآراء والوجوه والردود والنقاشات إن شاء الله فيما يأتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته